اهلا بكم والحضرية وإيقاف هذا الزحف البشري حيث أفرزت هذه العشوائيات المتكاثرة مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية كثيرة في ظل غياب التخطيط العمراني وتنظيم البناء السكن مشكلة السكن العشوائي في العراق هي ما سنبحثها في حلقة الليلة من طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية كيف تحول السكن العشوائي في العراق إلى ظاهرة سكنية سلبية مستفحلة عجزة الحكومات المتعاقبة عن معالجتها وكيف ساهم الفساد السياسي والحكومي في تمدد وانتشار التجمعات السكنية العشوائية في محافظات العراق وما هي المظاهر السلبية الاجتماعية والحضرية لهذه العشوائيات ولساكنيها من الفقراء وهل تملك الحكومة خطة إسكان مستقبلية واضحة لحل هذه المشكلة المتفاقمة ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني هشام الخزاعي أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في مشكلة السكن العشوائي في العراق ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام فيه علماء المسلمين وسيكون معنا من بيروت المهندس المدني هشام الخزاعي مرحبا بالضيوف الكرام جميعا لو بدأنا من الستوديو مع دكتور رافع الفلاحي دكتور هذه المشكلة مشكلة السكن العشوائي تكاثر التجمعات العشوائية السكنية العشوائية في العراق هل هي جديدة أم أنها قديمة وتفاقمت في هذه المرحلة بسم الله الرحمن الرحيم ربما تكون هناك يعني كانت هناك مظاهر أو قلة من العشوائيات هنا هناك لكنها لم تكن محسوبة ولم تكن مشاهدة ولا تشكل ظاهرة بهذا الحجم الكبير الآن حالات لمجاميع صغيرة جدا جدا لكن بعد 2003 بعد احتلال العراق عام 2003 حتى الآن نحن نعيش في ظل نظام حكم يعني كل العراقيين فيه منذ عام 2003 لحد الآن يعيشون تحت العشوائية هناك عشوائية سياسية عشوائية اقتصادية عشوائية استجماعية عشوائية سكنية طبية تعليمية فأنت تعيش في كل هذه العشوائيات إذا كان مفهوم العشوائيات مثل ما نعرف هو شيء شاذ غير طبيعي ليس ضمن مواصفات القانون ليس ضمن مواصفات العدالة والإطار غير مخطط غير مبرمج نعم نعم إذا كان هذا وهو هكذا فإذا نحن نعيش في ظل عشوائية كاملة حياة العراقيين كلها عشوائية وكل المفردات حياتهم عشوائية ومنها السكن العشوائي نعم بالضبط الحكومة تتحدث عن يعني وزارة التخطيط قبل أكثر من عام تحدثت عن العشوائيات يسكنها قالوا ثلاث ملايين وثلاثمائة ألف نسمة بعد ذلك قالت نفسها وزارة التخطيط يعني الحكومة قالت على لسان وزارة التخطيط أنه هذه العشوائيات يعني تبلغ 13% عدد نفوس العشوائيات يبلغ 13% من نفوس العراق نعم فإذا كان نفوس العراق مثل ما يقولون 34 مليون فالتلاث عشوائيات قالوا 40 مليون لا نحدثون عن 34 لا أعرف إذا قفز إلا 40 مليون نحن أمام أرقام غريبة عجيبة فيعني ذلك إذا كان 13% مثل ما تحدث وزارة التخطيط فيعني ذلك أن سكان العشوائيات يبلغون 4 ملايين و420 ألف نسمة هذه فقط العشوائيات مثل ما قالوا بحساباتهم وإحصاءاتهم في 13 محافظة فقط استثنوا محافظة الأنبار استثنوا الموصل استثنوا صلاح الدين وعلى كردستان طبعا محافظات الدهوك وأربيل هذه لم تحسب نعم إذا في 13 محافظة هناك يتحدثون عن 4 ملايين فعلا إذا 13% مثل ما قالوا 4 ملايين و420 ألف إذا ما ضفنا إلى هؤلاء المهجرين النازحين اللي هم يسكنون الآن اضطرتهم الدولة بالقصف بتدمير مدنهم بالسياسات التطهير الطائفي اضطرتهم إلى الذهاب إلى العشوائيات عندما يسكنون في خيمة هم في العشوائيات هؤلاء نفوسهم الآن يقولون بعد أن يعني عاد الكثير الآن 3 ملايين تحدث الأمم المتحدة عن 3 ملايين ونصف فإذا عدد الذين يسكنون العشوائيات وفق هذه الأرقام التي تتحدث عن هذه الحكومة هم 8 ملايين وهذا مسح أجرته وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المستوطنات البشرية هبتت نعم ما دمتقد جئت على ذكر الأمم المتحدة الأمم المتحدة تحدثت قبل في عام 2009 قالت العراق يحتاج إلى مليون ونصف محل سكني بيت سكن حاجة مهسة ناس بدون ما أوها يحتاجون إلى مليون ونصف بيت الحكومة في نفس الوقت وزارة التخطيط قالت نحتاج إلى مليون نعم فبالقياسات إذا كان عدد نفوس العائلة العراقية الواحية خمس أفراد وهذه أقل نسبة عدد نفوس العائلة العراقية أب وأم وعندهم ثلاثة أطفال خمسة في مليون فعدد الذين يسكنون في العشويات والذين بلا سكن هم عشر ملايين عندما لا يكون له سكن فهو ساكن في العشوائيات ساكن في أماكن والعشوائيات ترتبط أيضا بمدى الفقر في العراق بخط الفقر في العراق لأن من يسكنون العشوائيات هم الطبق الفقير خمسة وثلاثين بالمئة نعم لتحدث الوزارة التخطط عن ثمانية وثلاثين بالمئة لا ثمانية وثلاثين بالمئة عدد ثلث نفوس العراق إذن هم يسكنون في العشوائيات لأنه إذا ما جئت وبحثت عنهم ستجدهم ساكني في المقابر وفي المزابل وفي تحت الجسور وحتى في البيوت التي هي ملك لهم بيوت بائسة ومتهالكة وتكاد أيضا على ذكر البيوت المتهالكة الممتحدة قبل أكثر متل سنوات يعني أخرجت تقريرا يتحدث عن تسع ملايين عراق يعيشون في بيوت ليست صالحة للسكن العادية وغير لائقة للسكن البشري نعم نعم تسع ملايين نعم فأنت أمام ظاهرة كبيرة جدا جدا وخطيرة فبالتالي أنت لا تستطيع أن تتحدث عن ظاهرة عشوائيات بدون أن تقول أن هذه هي ظاهرة سياسية أساسية سنتحدث أيضا عن الجانب السياسي ودورة في تفاقم هذه الظائرة سوء إدارة الدولة وما لذلك دكتور عبد الحميد العاني يعني هل ثمت مسؤولية أيضا تقع على المجتمع كأفراد في تفاقم ظاهرة العشوائيات وانتشارها بالإضافة إلى الأسباب المباشرة المتعلقة بالفساد الحكومي سوء إدارة الدولة أحزاب أيضا ساهمت في الاستيلاء على هذه الأراضي ومساهمة أيضا بالتالي انتشرت هذه الظاهرة أقصد أن الأفراد أيضا سلكوا سلوكا جشعا أو استحواذيا على هذه الأراضي سواء كانت مملوكة ملخ خاص أو مملوكة للدولة أم أنه ثم تحاجة طرتهم أيضا لهذا السلوك بسم الله الرحمن الرحيم يعني نحن نتحدث عن ملف شائك حقيقة ومرتبط بكثير من العديد من الملفات الأخرى في العديد من الدول توجد مثل هذا الأمر توجد العشوائيات لكن وطبعا ربما حينما تواجه بعض المسؤولين سيقولون هذا الشيء نعم يقولون أننا ليسنا وحدنا في العراق وإنما هذا موجود في الكثير من البلاد الأخرى لكن السواء الحقيقة يجادلون دكتور سمعتلي الجدال يكون بهذا الاتجاه حينما يعترض الفقراء على عملية لإزالة العشوائيات وإلقاءهم في العراء يقولون أنه في الدول التي تطبق القوانين لا يعترضون هؤلاء أنه الدولة تقوم بواجبة في إزالة العشوائيات بهذا الاتجاه يدفعون نعم فهذه أحد الحجج التي دائما نواجهون بها كل الملفات التي تنتقد على أداء الحكومي الذي طال كل مفاصل الحياة في العراق لكن أيضا نواجه هذا الأمر بثلاثة أسئلة أولا كم حجم هذه العشوائيات في تلك الدول ولسيما نقول نسبتها إلى اقتصاديات تلك البلاد ثانيا ما هي أسباب تلك العشوائيات في تلك البلاد هل الأسباب نفسها وهذا سنأتي إليه للإجابة على سؤالك المباشر ثم أخيرا ماذا فعلت تلك الدول كإجراءات لحلها وربما يناقش لاحقا الأسباب عديدة لوجود هذه العشوائيات منها ما ذكره وأشاره له الدكتور قبل قليل وهي قضية الفقر ومنها الحاجة بكل مستوياتها منها أن هؤلاء في مناطقهم التي هي في الريف وغيرها لم يعد هناك مصدر للعمل الإصلاح الزراعي الزراعة كلها التي أميتت وأهملت المشاريع الإنتاجية غيرها الأمن التعليم فنحن نتحدث عن ملفات عديدة مترابطة كانت أحد الأسباب لهجرة هؤلاء من مكان إلى مكان آخر وتشكيل مثل هذه العشويات هناك أمر آخر وهو ربما قامت به بعض الميليشيات أو الأحزاب الطائفية وغيرها أن هذه العشويات بقصد التغيير تغيير التركيبة السكانية لبعض المناطق فهناك هجرة متعمدة وهذه الهجرة تستغل بها الكثير من العوائل الفقيرة فقط بقصد أنهم يزجون بهم إلى بغداد مثلا عسل المثال لإحداث تغيير في حجم الموازنة أو التوازن الطائفي لهذه المناطق وربما يقومون أو يستغلون يعني هناك دكتور استثمار حكومي طائفي ليس عشوائيا وإنما مبرمجا في مسألة العشوائيات هناك ضبط العشوائيات منها قسم كبير الذي هو حاجة الناس وسلوكهم هذا المسلك لأنه لا يجد هنا مكان للسكن فيضطر إلى إجاد البديل لا أتحدث عن التوظيف عن من يوظف نعم لا ليس فقط التوظيف هناك جهاد يدفعون إلى هذا الأمر وهو بقصد التوظيف السياسي لإحداث تغيير سكاني في العديد من المناطق وهذا خاصة يعني في قضية في مدينة بغداد العاصمة والأرقام مخيفة بحسب ذكر الدكتور رافع الآن الأرقام يعني أحد الإحصائيات من وزارة التخطيط وغيرها أو أحد النواب يقول في بغداد وحدها 350 منطقة عشوائية يعني أرقام مخيفة جدا في العاصمة بغداد بمثل هذه العداد الحقيقة المسح الذي أجرته وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المستوطنات البشرية يتحدث عن ألف تجمع عشوائي في بغداد لوحدها نعم هذا إحصاء آخر عقون نعم فهناك أرقام مخيفة جدا قياسا إلى عدد السكان أو نسبة السكانية والكثافة السكانية في بغداد ولا ننسى أن هذا ربما له ارتباط أيضا بالحرب الدائرة فيما يسمى بحزاب بغداد فهناك حقيقة نعم هناك إهمال وهناك في ذات الوقت توظيف سياسي لإحداث مثل هذه الفوضى ومثل ما ذكر الدكتور العشوائية في كل مفاصل الحياة العراقية وهي هو المشروع الأمريكي الذي جاء به إلى العراق وهي ما يسمى بالفوضى الخلاق نعم نتحول الآن إلى بيروت لينضم إلينا المهندس هشام الخزاعي المهندس المدني مساء الخير أستاذ هشام مساء الخير أهلا وسهلا نحي ضيوفك الكرام نحي بنام يعني مثل ما تفضلوا الأخوة أنا أكد المعلومات الثابة أن حوالي 13% من سكان العراق يعيشون بالعشوائيات نعم وأكو أحصائي أمم المتحدة ووزارة التخطيط أنه عدد التجمعات الثكن العشوائي في 12 محافظة بلغت 3687 تجمع عشوائي احتلت العاصمة بغداد استدارة في حدود ألف منطقة عشوائية احتلتها محافظة البطرة بواقع 700 منطقة عشوائية فيما كانت محافظتان نجف وكربلا الأقل حيث وجدت تجمعات حدود يعني 80 منطقة في الأشوائية نعم نعم ونوحظ أنه حدود 80% من التجمعات العشوائية أنشئت في أراضي تعود ملكيتها للدولة للحكومات السابقة يعني أراضي حكومية بينما العشوائيات على الأراضي التي تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص تشكل بثبت 12% طيب برأيك الحكومة لماذا تركت هذه الظاهرة تستفحل والآن تستعصي على الحل لماذا لم تبادر في المرحلة السابقة بإجراءات استباقية على الأقل لتقليل أو لكبح جماحها لتحجيمها ليس المطلوب إنهاها بالكامل هو كان أكو برنامج يعني من أمم المتحدة ووافق عليه بجلس الوزراء عام 2015 على عمل خارطة طريق قدمها برنامج للمتحدة لمعالجة مشكلة المستوطنات البشرية ودفع الحكومة العراقية إلى تبني برنامج وطني لإعادة تأهيل المستوطنات غير رسمية وتسوية أوضاعها لكن طبعا الفساد الحكومي المستشري يعني وقطرة الفساد الموجود المالي والأموال اللي هربت خارج البلد منعت هذا الشيء من التحقيق يعني أنه يعني يصير مناطق إعادة تنظيمها وتأهيلها ودمجها بالمناطق المحيطة نعم يعني فهي اللي فاهمت بشكل كبير في عدم نجاح هذا الشيء بعدين العمليات الأخيرة هاي آخر سنتين يعني تحرير المدن من العمليات الداعش وتحرير المدن أدت إلى تدمير مناطق جديدة وأدت إلى ظهور مجمعات عشوائية جديدة إضافية نتيجة الحرب والدمار اللي صار بالمدن وبالنتيجة أنه كثير من المواطنين سكنهم يعني يعني تفاقمة الظاهرة والمشكلة تفاقمة زادت الطين بله وتفاقمة الحالة وأصبحت مشكلة مستعصية طيب لا يمكن حلها بعد في دورتي حكم المالكي صار هناك حديث عن مشاريع اسكانية كبيرة جدا كما جرى في مشروع بسماية مثلا للإسكان جماعي ما هي معلوماتك عن هذه المشاريع؟ أين وصلت؟ توقفت؟ ألغيت؟ معلوماتي أنها توقفت وألغيت ألغيت وتوقفت؟ نعم نعم وهذا أدى إلى يعني إلى أنه تتعقد الأمور أكثر ويزداد عدد الأسر النازحة إلى بيوت متواضعة على مساحات الأرض المتروكة نعم دكتور رافع يعني الحكومات اللي حكمت العراق بعد 2003 لأنه نتحدث عن هذه الظاهرة تفاقمت بشكل كبير في هذه المرحلة لا ينكر أن لها جذورا يعني قبل 2003 يعني كانت عاجزة لأسباب كثيرة لانشغالها بمواجهة تحديات كبيرة كقضية الإرهاب قضية الفساد أم أنها لم تلتفت إليها أصلا ليس في وارد الاهتمام الحكومي من أصلا أبدا الحقيقة لم تكن يعني ضمن منهاج هذه الحكومات المتعاقبة من عام 2003 لحد الآن ضمن منهاجها وضمن برامجها الأحزاب والقوى التي تحكم وضمن برامجها أن تراعي هذه القضية وتجد لها حلولا لأن هذه القضية لا يمكن أن تجد لها حلولا كما يتحدثون اليوم اليوم يعني مثلا منظمة بدر تلف على الناس يعني تدور على الناس وتحدث عن أن هناك قانون دفعنا به لتمليك سكان العشوائيات البيوت التي يسكنون بها هذا هذا إخلال هذا وضع غير طبيعي وفي الدورة الثانية لحكومة المالك وزجعت سندات على الناس وطلعت كاذبة قضية انتخابية يستغلون الناس لقضايا انتخابية يعني حتى لو صدق هذا الوعد فهذا يعني قرار خطأ خطأ كبير جدا بحق العراقيين والوطن لأنك تشجأ من لم يكن في العشوائيات مساكن في العشوائيات عندما يرى من سكنوا في العشوائيات قد حصلوا على بيوت وأراضي لأن وضعوا اليد عليها أن يذهب إلى العشوائيات ويسكن بالعشوائيات وبالتالي ملايين جديدة ستضاف من الطامحين للحصول على ما حصلوا عليه في العشوائيات تشجعت على هذه الظاهرة بدل أن تعالجها هذه واحدة من الأمور حضرتك قبل قليل كنت تتحدث عن يعني مواجهة الحكومة لسكان العشوائيات كيف يواجهونهم بأنه هذه لا يجوز أحد المسؤولين قبل فترة سئلوه عن يعني يعني كيف يمكن معالجة سكان العشوائيات قال كان عليهم أن يفكروا وكان عليهم بالنص قال أن يضعوا بحساباتهم أن هذه الأرض للحكومة هذه الأرض زراعية هذه الأرض أهلية إذا كان على المواطن اللي ساكن بالعشوائيات هو فقير معدم لهذه الدرجة أن يفكر ويضع في حساباته أنا أقول طيب ألم يكن من حق العراقيين على هذه الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال أن تضع في حساباته أن أموال العراق هي ملكة لكل العراقيين بددتها بالفساد ألم يكن من حق ألم يكن يعني طبيعيا أو يضعوا في حساباتهم أن هناك فقر يجب معالجته أن هناك تعليم يجب أنه أضبئ أن هناك مؤسسات صحية يجب أنه أضبئ أن هناك أمن أن هناك اقتصاد أن هناك كل شيء هذا كل هذا خلال هذه السنوات خربه ولم تضع الحكومات هذه المتعاقبة من عام 2003 في حساباته لحد الآن في حساباته أن تنهض بهذا الشيء طيب لماذا تطالبون المواطن عندما تصلون به إلى ظاهرة الفقر ظاهرة ظاهرة سكان المزابل مع الأسف شديد عشر ملايين تحت خط الفقر الفقر يأكلون من المزابل أين يسكنون؟ يسكنون في خيم وبيوت طينية وبيوت عشوائية وسيطرون الآن إذا نظرت إلى بغداد ستجد معسكر رشيد الذي كان معسكر ستجد فيه من العشوائيات ما تجد ستجد شرق بغداد أغلبها عشوائيات أنا أعود ربما إذا أسمع دكتور فيه معسكر رشيد قيل أن هناك مجمع كبير بسماية لهذا العقد أحيل على شركة كورية جنوبية لتنفيذه وأخذ ضجة إعلامية كبيرة إبان حكومة المالكية نعم مجلس الوزراء في عام 2015 تحدث الناطق باسم مجلس الوزراء مهدي العلاق قال نحن درسنا هذه قضية العشوائيات وتوصلنا في عام 2015 نعم توصلنا إلى خطة مع وزارة التخطيط ومع الحكومة إلى خطة نطبق بها التجربة الصينية هذه يعني واحدة من الغرائب ما هي التجربة الصينية قال نحمل سكان العشوائيات مبالغ بناء البيوت بناء بيوت سكنية لهم ونأتي بقروض من الخارج لاحظ هذه الخيالات نأتي بقروض من الخارج لكي نمول بها هذه وهذه القروض بذمة المواطن يدفحها هذا المواطن إذا كان هو فقيرا معدما ليس له وظيفة ليس له مصدر للرزق مين يسدد هذا القرر ثم ثاني العراق ناقص قروض وناقص ديون جديدة ولماذا هل العراق بلد فقير أصل المشكلة هي الفقر أصل المشكلة هي ضياع الأمن أصل المشكلة سياسي جذر سياسي هناك سياسات طائفية هناك سياسات تعجير هناك سياسات للفقر لصناعة الفقر بالتالي هذه كلها ولدت العشوائيات نعم البعض يذهب ويقول أنه يعني مثلا في عام ثمانية وخمسين عندما جاءت يعني عندما أصبح النظام جمهوريا في العراق عبد الكريم قاسم جاء بالناس من الجنوب أسكنهم في بغداد وكانت هذه يعتبرها خطة ناجحة وعندما تناقش ويقول أن الزعيم عبد الكريم كان نزيه وكان نعم نعم وهذا فعلا هذا ليس في نقاش نزيه وهذا من واجب نعم كل مسؤول أن يكون نزيه بغض النظر لكن هل كانت هذه السياسة حكيمة؟ أن أأتي بالفلاحين من الجنوب بعد أن أصدرت قانون للإصلاح الزراعي بدل أن يجلسوا في أرضهم ويزرعوا والعراق بلد زراعي ويساعدهم على زراعة الأرض واستملاكها وزراعتها وتنميتها هو وجد أمر واقع دكتور لم يجلبهم تعامل مع هذا الواقع وجد أنه هذا الناس أحزمت الفقر والعشوائيات ما هذا الموضوع الآن يعيدنا إلى نفس القضية نفس الخطأ نكرره الآن هذه العشوائيات تكبر وإذا كانت عشوائيات ببضعة آلاف فيما سبق الآن بملايين كيف يمكن مواجهته؟ لم يستطعوا أن يواجهوها في السابق والآن لدينا تجمعات فقيرة مدن بائسة وهذه نقطة مهمة جدا عن قضية عدم حل هذه المشكلة إذا لم تحل حاليا هل هناك رؤية عند الحكومة لحلها مستقبليا؟ نتوقف عند هذا الفاصل ونشاهد أيضا من خلاله هذا التقرير المصور عن إحصائيات وأرقام العشوائيات أو السكل العشوائي في العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لكن لن تترك هذه القضية في المستقبل وتتعهد بالتصدي لها في ضو حديث عن المرحلة القادمة ستكون مرحلة التصدي للفساد مرحلة البناء مرحلة التنمية مرحلة الاستثمار وبالتالي الحكومة غير متناسية لهذه القضية في سؤالي كالأخير للأستاذ هشام سألته عن مشروع بسماية أجابك مشكورا بأنه ألغي حسب معلوماته أقول ليس فقط بسماية وإنما هناك آلاف المشاريع سواء كانت سكنية أو خدمية أخرى هي ألغية صحيح لكن الألغية ماذا؟ ألغية تنفيذها أما كمخصصات فقد صرفت كاملة لجيوب المسؤولين الفاسدين فلهذه هي أساس المشكلة عندنا في العراق أنها هناك مشاريع هناك تشخيص لوجود مشكلة وهناك عقود تصرف من أموال من خزينة هذه الدولة ولكن لا ينفذ منها أي شيء هذه الحجج التي أوردتها في ضوط عهد الحكومة بالقضاء على الفساد مستقبلا هل القضية ستترك على حالها؟ نسمع منهم منذ سنوات طويلة يسمع الشعب العراقي هذه الوعود بأنه سيقوم وسيحل ويتعكز هل ثمت مؤشرات أو رصد أن الحكومة فعلا ماضية بهذا الاتجاه قضية الفساد والملفات التي تأثرت بالفساد سلبا قطعت تعليم صحة سكن ستتعافى أولا الشارع العراقي بات مشبعا بمثل هذه الوعود ويائسا من تنفيذ أي منها ليس هناك جدية في القضاء الفساد يعني تصريحاتهم اليوم أظن اليوم أو أمس العبادي قال ما يوحي بأنه عاجز عن مثل هذه وكأنه هذا أمر قد بات شيئا واقعا ولا يمكن تغييره لم تتخذ الحكومات من زمن الاحتلال إلى الآن أي خطوة جادة لا لمحاربة الفساد ولا لمعالجة أي قضية من هذه القضايا التي يعاني منها أبناء الشعب العراقي لا نتحدث فقط عن العشوائيات وإنما نتحدث عن جميع احتياجات الشارع العراقي العشوائيات ربما تكون حينما نقيسة على ملفات أخرى وقد ناقشنا بعضا منها هنا سنجد ربما هناك ما هو أهم من هذا على سبيل المثال أو هي أساس المشكلة الذي هو الفقر وسببه الفساد والفساد أصبح الآن معشعشا ومتغلغلا في الأجهزة الحكومية ولا هم لدى هذه الأجهزة ولا هم لهؤلاء المسؤولين إلا التسابق فيما بينهم والتنافس على حجم هذا الفساد فيما بينهم فكيف نتصور أو كيف يتخيل عاقل أن السارق سيحارب السرقة أو يلاحق بقية السرقة هل نتصور أن هؤلاء الفاسدين بإمكانهم أو من المعقول أن يحاسبوا أنفسهم هذا أمر بعيد جدا مهندس هشام الخزاعي في بيروت هل تعتقد أن ظاهرة السكن العشوائي أصبحت ظاهرة كبيرة مستفحلة يتعذر على الحكومة حتى الحكومة إذا ما أرادت أن تفكر بحلها يتعذر حلها وإيجاز سكن لائق للناس بسبب هذه الآلاف من العشوائيات وفق المسح الذي أجري بالتعاون مع الأمم المتحدة بين وزارة التخطيط وأيضا بسبب ملايين الفقراء ذكر رقم دكتور رافع وأن الحكومة الآن في أزمة اقتصادية ومالية فضلا عن استمرار عملية سوء الإدارة الحكومية والفساد وبالتالي خرجت عن السيطرة هذه القضية نعم فعلا هذه القضية خرجت عن السيطرة بسبب أنه يعني بدل ما يكون مثلا يصير حل جذري أو تقليص هالعشوائيات العشوائيات زادت بسبب أنه عملية تحرير المحافظات من داعش أدى إلى عملية تدمير المحافظة مو فقط تحرير المحافظة لكن نفس الوقت صار تدمير للمحافظات بلما صار هذا التدمير حكينا يعني قلنا أنه صار نتيجة هذا أن نزوح آلاف الأسر إلى بيوت متواضعة وبالخيم وبالتالي يعني الأمور خرجت عن السيطرة وبالتالي يحتاج إلى اقتصاد بلد كامل لحل هذه المشكلة مصطرف يعني هل تعتقد أصبحت أمر واقع لا مفر منه؟ أنا أتوقع على ضوء هذا الفساد الموجود وعدم الاهتمام أصبحت أمر واقع لا مفر منه ولا ممكن أنه من حل نعم دكتور رافع الفلاحي في ضوء استمرار هذه الظاهرة وتفاقمها ربما أكثر بأسباب كثيرة متعلقة بالفساد والإدارة وأيضا الأعداد المليونية من الفقراء هل المجتمع سيقبل بدفوعات وأعذار الحكومة أنه بعدم الالتفات الآن إلى هذه المشكلة أو التوجه إلى حلها أنها تعاني أزمة اقتصادية أنها الآن في طور تخلص من الإرهاب ومنحونا مزيد من الوقت وهذه المشكلة لن نبقيها كما هي أصبروا علينا قليلا أستاذ ماجد ممكن أن نتحدث عن قسمين من الناس قسم سكان العشوائيات وقسم من يسكنون يعني في أماكن طبيعية سكان العشوائيات جاءوا وسكنوا في مدن في مدن حضرية نعم قريبة من السكان طبيعيين الذين يسكنون في أماكن قانونية نعم أنت تتحدث عن الجانب الإنساني جانب التزامات الدولة هؤلاء مظلومين مجموعة من الفقراء يجب على الدولة أن تجد لهم حلول يجب أن من البداية كان أكون توجه معين البلد إذا ما بيه خطط تنمية إذا ما بيه صناعة إذا ما بيه زراعة سيتفاق من البطالة والفقر والخراب وبالتالي بلد مفتوح مخدرات جرائم مصائب كبيرة جدا جدا وبالتالي تجفع إلى ساحة الفقر والعشوائيات يوميا أعداد كبيرة فبالتالي أنت تعيش في نظام يعني العراق يعيش في نظام عشوائيات شاملة هذا جانب جانب الآخر أن الناس الذين يعيشون في أماكن طبيعية يجدون وهذا واقع أن هذه المناطق العشوائية هذه ليست خاضعة لسلطة وليست خاضعة لقانون تمارس فيها أنشطة غريبة عجيبة سنتحدث دكتور دا سمحت لي عن قضية الظواهر السلبية المتولدة لا لا تحدث عن الظواهر السلبية نتحدث عن مجموعة مواطنين يرون هذه الأشياء إذن أنت أمام خطر مواطن يرى خطر ومواطن في نفس الوقت ينظر إليها كنظرة إنسانية وإخلاقية ومواطنية فينظر إلى أنه هذا مجموعة من المواطنين يجب أن نجد لهم حلولاً الحلول تتعلق بليس بما تتحدث به وزارة التخطيط ووزير التخطيط والحكومة عن مشروع لمكافحة الفساد خطة لمكافحة الفقر كلها يعني مجرد كذبات والمطلوب منها أن تبر سياساتهم وتمضي بسياساتهم وتجعلهم باقين على كراسيهم هذه الحقيقة لأنه نتائج هذا الكلام من عام 2003 إلى حد الآن تتكرر ولا نتيجة إذن نحن أمام مشكلة فيها أبعاد اجتماعية فيها أبعاد صحية فيها أبعاد خدمية لأن هذه التجمعات ليس فيها مدارس ليس فيها خدمات ليس فيها كهرباء ليس فيها مجاري هي مناطق لأمراض وأوبئة وجرائم ومصائب كبيرة في نفس الوقت هناك مظلومية كبيرة شعب مظلوم كبير جداً جداً أنت أمام حالة كارثية حقيقة لا يمكن علاجها حضرتك كنت تسأل هل انتهي الموضوع والآن لا علاج لها نعم لأن العلاج لها ليس مباشراً العلاج يحتاج إلى خطة تنمية إلى أن البلد ينهض في كل القطاعات الحكومة الآن تتحدث لكي يستوعب كل هذا الحكومة الآن هناك تعهدات أنها في المرحلة القادمة بعد الانتهاء من الحرب على الإرهاب هناك مرحلة على الحرب على الفساد وإطلاق إطلاق مشاريع تنموية جريئة وواعدة هذا الحديث الآن حكومي هذه القضية ستبقى أساساً هذا الحديث غير واقعي أنت لديك خراب وصل إلى هناك مؤتمر دولي دكتور عقد العراق حصل منه أو الحكومة 30 مليار دولار هناك أيضاً من وعد بتقديم إيران قدمت فلوس قال بس لا تذكرون يعني تذكرون اسمي المهم هناك من الدول الكثير من عام 2003 لحد الآن يمكن أكثر من عشر مؤتمرات عقدت بهذا الشكل مؤتمرات تمويل ومؤتمرات مساعدة ومؤتمرات أعمار من الذي حصل هي أبواب جديدة للفساد هذا مصطلح إعادة أعمار العراق من 2003 يسمع به لكن العراق من خراب إلى خراب وكل البناء التحتية الآن خرجت خارج الخدمة انتهت كل البناء التحتية أنت الآن بحاجة إلى أن تبني البلد من جديد لأن البناء التحتية كلها انتهت الآن الآن خدمات الصرف الصحي إسالة الماء الكهرباء كل خدماتك الطرق الجسور أكثر من 100 مليار دولار البلد يحتاج لإعادة الإعمار أكثر بكثير وربما أكثر وربما أكثر ومبالغ الديون والمصائب الكبيرة ومصاريف الجيوش التي يعني تولى العبادي الآن تبنيها اللي هي جيوش الميليشيات الآن التي تعامل كجيوش رسمية للدولة هذه كلها مبالغ ومصاريف ماذا يستطيع نفط العراق أن يوفر لجيوب الفاسدين ولجيوب مثل هذه المشاريع الوهمية وبالتالي أنت أمام كذبة كبيرة العراق ضمن هذه السياسة ليس مطلوبا منه أن يقيم تنمية وأن يقيم صناعة وزراعة ومشاريع ويحتوي الناس ويقضي على البطالة ويخدم الجامعات ويأتي بجامعات جيدة ويعود ترتيبها عاليا ليس هذا دور العراق الآن في ظل هذه الحكومة دوره أن يشيع العشوائيات دكتور عبد الحميد تحدث الدكتور بعجالة عن الظواهر السلوكية والاجتماعية السلبية المتولدة من حشر الناس في أماكن أو سكن بائس غير لائق متهالكة هذا الاكتظاب تتولد ظواهر سلبية واجتماعية وربما أيضا حتى أنها خرق للقيم والأعراف المجتمعية المتعارف عليها ما هي هذه الظواهر السلبية؟ طبعا يعني أنا أعتقد أنه ونحن نناقش هذه الظواهر السلبية لا بد أنه لا تناقش بمعزل عن أسباب وجود هذه العشوائيات أو احتياج هذه العشوائيات نحن نتحدث عن هناك إهمال متعمد هناك فقر لهؤلاء هناك جهل يعني لأنه لا يوجد تعليم صحيح فيكون هناك جهل لسكان هذه العشوائيات هناك أيضا الأمراض الصحية وغيرها لأن هناك إهمال صحي وهناك إضاء بما أنها عشوائيات فهؤلاء كثير منهم بعيدين عن التربية الحقيقية الأخلاقية وبعيدين عن الأعراف الاجتماعية لأنه كثير منهم جاءوا من مجتمعات شتى فلا يكون هناك ترابط أسري حقيقي وترابط اجتماعي نحن في العراق مجتمع عشائري وبالتالي بيئات خصبة للسلوكات من حرفة مخذرات وما لا ذلك إذن نحن نحن ما نتحدث عن هذه الأسباب فبالتالي سنكون نرى أمامنا هذه الآثار التي هي الجريمة ويعني بؤرة حقيقية ربما لوجود مشاكل كثيرة منها الجريمة وعصابات والمخدرات وغيرها وأيضا هناك ربما يكون مشاكل اقتصادية لأنه هذا يؤثر على بعض المناطق الأخرى وهناك أيضا الصراع سيكون هناك نوع من الصراع الطبقي بين هذه المجتمعات وبين المجتمعات القريبة منها التي ربما تنظر إلى هذه المجتمعات إلى هذه العشوائيات وما تسببه وبالتالي هذا أيضا دافع دكتور لقضية الجريمة أو السطو المسلح أنها طبقة مسحوقة في القاع وبجوارها منطقة جيدة ربما أحد المشجعات للجريمة هو هذا الأمر ثانيا لا ننسى أن هذه العشوائيات أيضا وفي ظل فقدان القانون هناك أيضا نوع من التشجيع على الجريمة فإذا هي أرض خصبة لنشوء هذه العصابات الإجرامية هل تعتقد أن الحكومة غافلة لا تدرك المخاطر المتولد هنا يعني نحن يدرك العراقيون جميع أنه الحكومة ذكرنا أن الفساد فإذا كانت الأجهزة القانونية الأجهزة الأمنية التي هي يفترض بها أن تطبق القانون هي أيضا داخلة في ملف الفساد فبالتالي يكون هناك أيضا نوع من الإهمال في تطبيق القوانين على هؤلاء ولا نستبعد كما يتحدث الشارع العراقي عن وجود بعض التعاون بين بعض الأجهزة الأمنية وبين أفراد هذه هؤلاء الناس ضعفاء النفوس لتشكيل عصابات وشهد العراق أن هناك عصابات إجرامية هي مشتركة مع بعض أفراد الأجهزة الأمنية كما حدث في الجريمة البشعة مشهورة يعني كثيرة والمصورة طالت طبيب المسيحي وعائلته في منطقة المشتل في بغداد حيث سيطرت الحكومة والميليشيات مهندس هشام من وجهة نظر هندسية وفنية ما هي التأثيرات السلبية العمرانية والحضرية لهذه التجمعات العشوائية على الوجه الحضاري للمدن خاصة في بغداد التي فيها ألف تجمع عشوائي كيف تؤثر نعم التأثير أولا أنه راح تقضي على مناطق الأحزمة الخطراء الترحة في التفتيب الأساسي نعم بالإضافة إلى معارضتها لمناطق إنشاء التسلول أو أنفاق معدة وموضوعة أيضا في التفتيب الأساسي من قبل وزارة التخطير داعيك عنه أنه أنه هاي العشوائية يعني راح تكون خارج نطاق التخطية الأمنية والتخطية الصحية يعني وصعوبة توفير الخدمات الطبية لها والأمنية بالإضافة أنه صعوبة إيصال البنية التحتية مثل الماء الشروب ومجاري المياه والكهرباء وبالتالي ما ذكروا العقوان أنه هي هذه راح تكون يعني ملجأ للعصابات ومحل محل الأعمال المنافية للآداب والأخلاق فلذلك يعني حتكون بؤرة يعني أمنية خطرة أنه كثير من العصابات تنفذ أعمالها الإجرامية في مناطق أخرى بعدين تلجأ إلى هاي المناطق العشوائية اللي هي خارج التخطية الأمنية حتى يعني العجلة الأمنية ما تدخل فيها ولا ولا تتقق عليها ولا ولا يعني تدخل آه المناطق نعم يعني من وجهة نظر أيضاً فنية هندسية ما الحل برأيك لهذه العشوائيات ما هو الحل والله أكو دول يعني اللي هم تجارب سابقة نعم من التجارب السابقة نعم من التجارب السابقة صارت يعني ببيروت بلبنان نعم فترة الحرب نعم السبعينات في أيضاً في بعض دول الأمريكية التي هي جمجوا هاي المناطق العشوائية جعلوها أبنية مشابهة للأبنية الحضارية اللي جمها بحيث خلوها أنه تبدوش كشكل واحد موحد مع الأبنية اللي بجمها ووفروا إلها الخدمات يعني الماء والكهرباء ووفروا المحاكم والمراكز الشرطة والمراكز الأمنية والمراكز الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية فيها وجمجواها سووها بشكل يعني مشابه إلى الأبنية والمدن اللي حولها نعم أشكرك المهندس شام الخزاعية المهندس بدني شكراً جزيلاً كنت معنا من بيروت دكتور عبد الحميد العاني يعني هناك أفراد من المجتمع استحوذوا على أراضي خاصة وأيضاً تابعة للدولة بدون وجه حق بدون سند قانوني الآن لإخراجهم هل الدولة يجب أن تتحمل أن تعطيهم تعويضات أو تعطيهم أو تبني لهم سكناً بدل هذه الأراضي يعني هذه مسؤولية الدولة هل هل هناك حق لمن استولى على هذه الأراضي بهذا التعويض طبعاً بالتأكيد هو مسؤولية الدولة أولاً وأخيراً ولذلك نحن نسأل سؤال آخر وهو ما هي واجبات الدولة تجاه حل هذه المشكلة البعض ربما يتحدث عن قضية عجز الدولة عن هذه الظاهرة الكبيرة جداً أنا أرفض كلمة العجز لأن العجز نقوله حينما تكون هناك إمكانيات ضعيفة وهناك محاولات أما عندنا في الحالة العراقية الإمكانيات كبيرة ولا يوجد هناك محاولات لعلاج هذه القضية ما هي الإجراءات التي يمكن أن تحل بها مثل هذه القضية أولاً هناك يجب أن يكون تنفيذ للقوانين للحد من انتشارها والتوسعها ثانياً لا بد أنه هناك بناء يعني إيجاد البديل لهؤلاء الناس على الأقل بناء البيوت واطئة التكلفة ثالياً أو ثالثاً تشجيع الدولة تقوم بتشجيع على الهجرة العكسية يعني هؤلاء هاجروا بعضهم من القرى من الريف إلى المدينة لا بد من تشجيع الهجرة العكسية وإيجاد فرص عملها إذن هناك يكون مواقع الإصلاح الزراعي والمشاريع الزراعية والصناعية لنوع من التنفيذ والتخفيف من هذا الضغط على هذه العشوائيات هناك حزمة كبيرة من الإجراءات لا بد أن تقوم بها الدولة لو كان هناك إرادة لتستطيع لا استطاعت الدولة أن تحل مثل هذه الأمور لكن نرجع ونقول أنه لا لا يوجد إرادة هناك انشغال لهؤلاء المسؤولين بمصالحهم الخاصة بملء جيوبهم وإثراءه على حساب المال العام على حساب الشعب العراقي الذي يعاني هذه الويلات شكرا جزيلا لدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والأنفية علماء المسلمين ونشكر أيضا ضيفنا من بيروت المهندس هشام الخزاعي الذين كان معنا في هذه الحلقة التي بحثت في مشكلة السكن العشوائي في العراق نتوقف عند هذا الفاصل ثم نلتقي مرة أخرى مع دكتور رافع الفلاحي ليرفدنا بخلاصة ما جرى من نقاش إذا دكتور مشكلة السكن العشوائي كما بقية الملفات الأخرى تعليم صحة وغيرها خدمات بلدية ماضية نحو المزيد من السوء في ضوء نفس الأسباب الفساد سوء إدارة الدولة عدم استغلال الموارد أيضا عدم موجود إرادة سياسية كما ذكر ضيفنا دكتور عبد الحميد العاني بالتأكيد أستاذ ماجد من عام 2003 وهذا ما أرادت يعني هذا الحديث الآن الذي يجره على الطاولة يمكن تلخيصها بهذا الشكل هناك ظواهر ظهرت بعد عام 2003 بعد اعتلال العراق عام 2003 ظواهر غريبة لم يألفها المجتمع العراقي منها ظاهرة الهجرة ظاهرة التهجير ظاهرة الطائفية ظاهرة الخراب الفساد ظياع التعليم ظياع المستقبل كلها ظواهر ظاهرة الفقر المتقع ظاهرة تلوث فقر وسري كل هذه الظواهر ومن ضمن هذه الظواهر ظاهرة العشوائيات المطلوب أن يعيش العراق من عام 2003 بعد الاحتلال لحد الآن وهذا ما حصل أن يعيش في حالة عشوائية عشوائية في السياسة عشوائية في الاقتصاد عشوائية في المجتمع في كل الاتجاهات وهذا ما نراه جزء من هذه العشوائيات هو السكن سكن عشوائي ناس ببيوت غير مؤهلة للسكن الآدمي أحياء أموات أحياء غريبة عجيبة نعم أحياء أموات حولوا العراق إلى مقبرة كبيرة الحقيقة بهذا الشكل شكل البائس يتحدثون عن النهضة نعم العراق غني نعم ثروات كبيرة لكن ليس فقط الثروات هي قادرة من أن تحل هذه المشكلة نحتاج إلى إرادة سياسية مثلما قال الدكتور عبد الحميد إرادة سياسية إذا توفرت الإرادة السياسية لحل كل هذه الظوار نعيش في سكن الله نعم أشكرا شكرا دكتور ننتقل في الأسبوع القادمة أياكم الله شكرا 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 شكرا